اشتركوا في القناة عند بعض الابناء تجاه اهليهم ورقوا اللي بيبدأ عنوان لمسلسل قدر يحصد اعجاب الجمهور والنقاد في الموسم الاول بنعرضوا على شاشة قناة الحقيقة هو عبارة عن خمس حكايات كل حكاية تتعرض في عدد قليل من الحلقات يساعدني جدا يكون معايا النهاردة نجوم حكاية انسانية ورومانسية جدا هي حكاية بعنوان رأي الحبيب برحب بفريق العمل اللي منورني النهاردة ومشرفني الفنان الكبير سيد احمد فؤاد سديم اهلا وسهلا وحلاك سيد احمد مخر الكبير اسماعيل فاروق اهلا بيك اهلا بيك المسنرست المعروب احمد عبد الفتاح اهلا بيك معنا كمان الفنان المتميز الموغوب احمد كامل اهلا بيك نورتونا الحقيقة احنا استمتعنا بالمسلسل الجميل على شاشة الحياة ولازم انلكم تحياتي وتحيات كل جمهور الحياة لكم على هزة بتاعك احمد انك اخليك ركتور تزل وانت عثونا في هذا المسلسل سيد احمد يعني اهلا عجبك في الموضوع او المجالك مجردتش ان انا ابقى محب قبل كده فكرة الحب والرومانسية بتاعت الحب فكانت جديدة بالنسبة لي والساز سماعيل حقيقة والساز احمد اه اتحفوني بالموضوع يعني انا كنت فرحان جدا بالموضوع وحسيت من أول لحظة يعني أنا قريت تقريباً الخامس حلقات في نفس الليلة اللي وصلتني فيها فدي كانت حالة حسيتني فيه تجانس جداً بينك وبين ساوسم بدر يعني وده يمكن ده اللي خلق حالة الشاعرية في المسلسل إحنا اشتغلنا مع بعض أنا والأستاذة ساوسم أكتر من عمل يعني فأنا عارفها وهي ممثلة مبدعة يعني اسمحي لي بي بي بييتك عشان عادك تطل عوتي دليسة بتشوف فريد الدنيا بتلي وبتبعد الناس عن بعض وأنا سافرت كتير ودربت كتير فمجادش الفرصة عشان نتقابل يعني تجاي هنا هربان من إيه؟ هو اللي بيجي هنا لازم يبقى هربان من الحاجة؟ مش جاهز بدور على حاجة؟ مش فهم يعني مش أحيانا الواحد يحب يختلف نفسه عشان يتعرف عليها من جديد؟ يعني سايب الدنيا الواسعة بر و جاي تدور على نفسك هنا؟ الواحد لما بيتوغ في الدنيا الواسعة دي بتبقى لوحدة وتأمش أم الواسع الحقيقة أنت هديت دور الأب بشكل رائع كالليني أنت شأن دورك وتعاملت معه إزاي؟ بمفرداته الجمالية دي كلها أنا أب أكيد طبعا وجد كمان فالمشاعر موجودة ومعروفة بالنسبة لي فأنا كأب يمني أوي الحاجات دي الأشياء اللي فيها إنسانيات اللي إحنا مفتقدينها إلى حد كبير والأولاد اللي ما بيسمعوش الكلام والأبناء اللي عقينه ودار المسنين فكرة دار المسنين اللي بقيت حضانة اللي ما بيعرفش يعقول أبوه أو أمه هي مش حاجة وحشة حاجة قيمة جدا أولاد اللي مش بس اللي ما يعرفش ده اللي بيعرف يعقولهم مش بيعقولهم دي الكارثة فكانت الحقيقة لأستاذ أحمد كاتب موضوع واسمحلي إن أقول أنا من فترة طويلة جدا ما قريتش شيء منضبط ومتكامل درامين بالشكل ده إيه اللي بيع الفكرة أستاذ أحمد يعني رأي الحبيب الفكرة جات لك إزاي والإسم الجميل ده جالك إزاي أنا بيعشق قوي فكرة الحب في آخر مراحل الحياة اللي هو بيؤدي إلى استمرار الحياة رأي الحبيب هي الفكرة الأساسية بتاعت إن القلوب مهما يعني صدت من واجع من مشاكل من أسوأ من حاجات بترق أحياناً وأنا بيعشق الأغنية الفكرة والمقام اللي اشتغل عليه الأصابجي في الأغنية دي أصلاً في حالة الواحدة هو نفسه ما عارفش عمله تاني فالحالة تاسم كنت استلهمت الاسم من طبعاً الست المكلسوم الشاعر أحمد رامي والملحن أستاذ محمد الأصابجي طبعاً صحير فجي الاسم من الحالة دي تحس إنك إنت لما هتقرى أبو تفرج على المسلسل حس إنك بتسمع الأغنية هو ده اللي كان هممني في الموضوع أستاذ أحمد وهو بمسل كان دايماً الأغنية فيه إنه هو بيكلمنا أستاذ إسماعيل كان أول ما ابتدينا نشتغل الحدوثة مشغلين الأغنية طول وقت بس فجأت الفكرة من هنا وجأت الرومانسية عايزة عيد كده شوية حاجات نسيناها بقالنا زمن الحكاية فيها إنسانيات بتلمس جداً قلوب الناس وكل الناس وكل الفئة النمازج دي إنت قدمتها استوحيتها مني يعني من واقع النمازج كلها معظمة طيقة من الواقع لإنت عايش وإنت بتشوف نمازج بتافوك الخالي أنا بقى كواحد بيشتغل ربنا بالدين ومنطقة يعرف يوصل بيها الناس حاجات بحاول عيد من خلالها شوية مشاعر فقدت كتير إحنا فعلاً هو فيه وصف في الحدوطة أستاذ أحمد قاله على لسانه يعني على لسانة شخصية إن إحنا بقنا شبه أيامنا شبه البوست اللي هو اللي تفرورد بتاع الأعياد بقاش فيه مجهود حتى إحنا اللي هبنا على فكرة الجواب اللي هو كاتبه ليها أو اللي هي كاتبه لي فكرة المجهود في المشاعر إنك تعبر على المشاعرك ما بقيتش مجرد مسج متسجلة وبتتقال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شعور نانسي قنقر و قال له المنحة غيباني سيد اسماعيل فكرة الخمس حلقات تجربة هل كافية العرض ملمون درامي متكامل على حسب فرمتها يعني على حسب الفرمت بتاعتها احنا كتبينها ازاي يعني سوز احمد كاتبها من الاول المشروع مكتوب كده غير اما تبقى جيالك مكتوبة فتبقى ما بقى هو اكتبين بيقوله يعني اكبر من المشروع فتبتد انت تقعد تعمل اختزال درامي لحاجات وتفضل تلم في حاجات لما بتتصنع من الاول فانت عارف ان انت بتصنعها فوقت قد كده في بودجت قد كده يعني مشروع لازم بقى محسوب عشان يطلع ليه شكل الهدف منه ايه؟ تكسيف الاحداث بعد ما عشنا فترة لاست بالقليلة في تطويل ومقط شديد في الاحداث في مسلسلات التلاتينات حلقات انا اعتقد ان هو ايقاع العصر ايقاع العصر هو بياخد الفترة قرر ان هو ياخد الفترة لما بعد رمضان لرمضان في الفترة دي بيقاع سريع جدا شو الناس بقت مل رغم منك الحكاية فيها شيء من الحزن وبرده والشر اللي موجود في بعض الشخص بس انت اللي هيقدمت خط رومانسي نعم جدا في الحلقات عملت ازاي المزج بين الحزن والفرح بالشكل ده؟ يعني انا بنيت على السبعينات على الحالة بتاعته استاذ احمد الجدابة بتاعت السبعينات فانا بنيت من السبعينات بنيت كل حاجة على السبعينات حتى المشاعر الجحود بتاعت الابناء برضه تحس ان فيها موت سبعيناتي كده مش مش زي دلوقتي عشان تبقى هارموني كده كلها مع بعضها انت عملت بقى دور الابن سيدي الابن العق انت بقى الابن دور ايه بقى ما خبتش منه لما جالك الدور دوت وانت عملت معه ازاي ومعك اتنين يعني من عملقة التمثيل يعني استاذ احمد ومدام سوسل اولا طبعا انا بشكر استاذ احمد عبد الفتاح واستاذ اسماعيل فاروق على الثقة اللي هم الدهالي ان انا اقوم بالدور ده العمل ده انا قريت المسلسل كله فانبهرت بالفكرة وانبهرت بان اول مرة بقدم ابن بقى جاحد على امه وحصلت مكالمة بيني وبين استاذ احمد عبد الفتاح فقال لي خلي بالك في منطقة تمثيل قوية جدا في الدور ده ونفس الكلام قاله الاستاذ اسماعيل فاروق ده كان حافظ بالنسبالي مع وجود استاذ سوسل بدر وقوة الاستاذ سوسل بدر ان انا هتعامل معها الحمد لله يعني دخلت اشتغل وكان الدور في جهود قوية انا مش كده خالص في الحقيقة يعني الحمد لله انا بارب والديني والحمد لله بس هو التفاصيل اللي كانت في الدور تحفز اي ممثل عنده طاقة انه يطلع الطاقة اللي جواه دي فعمل مع مجموعة كبيرة زي الاستاذة طبعا فالحمد لله يعني اصعب مشهد كان ايه بالنسبالك هو الماستر سين بتاع المسلسل المشهد اللي هو بينصف فيه على والدته طيب تقول لي ايه يا خالد انا مش فهم حاجة السجن ايه لي بتتكلم عنه ما كانش ينفع ولك يا امي ما كانش ينفع ولك وازود تعبك بس بعد ما الدنيا دايت بي يا امي ولاقيت شغير انك ترمي في حضلك واقول لي كله حصل واما لدخلت شغل مع ناس كبير قوي واضطريت اكتب شكات على نفسي وكنت فاكرة ان الشغل دا هيجيب لي مكاسب كبيرة بعد فترة الشغل واقف وبيش ادرس ادد دلوقتي الناس بيطلبوني يا امي هدفع الفلوس دي يا امي هيحبسوني بس بس ازاي تعمل كده ازاي تكتب شكات وانت ما معاكش فلوسها ازاي تورد نفسك التويطة دي اللي حصل يا ماما اللي حصل بس دا كله مش مهم المهم عندي دلوقتي اني كانت تسمحيني انا غلط كتير سامحيني يا امي عشان خطري وانا انا مستحدة تتحمل غلطتي وتحمل مسكوليك وانا بس امي سامحين مسمحك يا حبيبي مسمحك ازاي تقول كده انت ابني وطبعا مستحيل حسيبك لما تعفو مشكلة اكبر ما تقلقش هنزل معك بكرة رو هعمل لك توكيل بالبيع بيع الشقة هنا بحل مشاكلك وبردو قد لنا شقة ثانية صغيرة كده نعيش فيها مع بعض موسيقى 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 اعول السنين دي كلها مقدرتش تبعدني عنك وانت اللي جاي في الاخر ما عايزت سبيلي موسيقى 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 هو الموت مستعصدني ليه؟ ممكن تكفير زنوب بس أنا مستعد أموت وأدفن في الطراب بكل زنوب ولا إنك تبادي عدم أنا لسه بحبك لسه بحبك حقيقة سمحيني أحبك أولي سيد أحمد إلى أي مدى بتشوف إن الموضوع اللي تقدم هو الحقيقة موضوع معمول بشكل أكتر من متقن وأكتر من بديع يعني بتشوف إن هو بيعبر عن واقع بيعبر عن مشاكل حقيقية موجودة إحنا لسه كنا بنتكلم في هذا الموضوع هو إلى حد كبير بيعبر عن واقع هو يعني قصة الحب دي عبر عن إيه هو راجل كان ماشي يعني الزوجة دي أو الحبيبة دي كانت تشالنجر كانت متحدي بالنسباله هو كان رجل فقير لما راح يتجاوزها في الأول فطفض فكانت هي بالنسباله هو كان يحبوها فعلا وظل الحب ده هو اللي عايش لحد ما عاد له عقله الحقيقي بقى لما عاد له عقل الحقيقي العقل بتاعه راح لها راح لها مجرب جدا وما فكرش أبدا في الأموال ولا فكر في الصراوات اللي هو جامعها عشان كانت هي بالنسباله حافظ إنه يبقى كده الراجل كان عملي بوصلة ببساط غريبة جدا أنا مفهمتهش بصراحة بس تعرف يا مدام حياة أنا يعني كده من بسطه ليكي حسن هو كان يعرفك من زمان أنا متأكدة عملي بوصلة ببساط لا الراجل دي عرفك أناسا هو ده هو ده لو سمحتيلي أنا آسف للإزعاج لا اتفض هو حضرتك مش مدام حياتي البادري أيوة أنا حضرتك تعرفني أيوة زمان كان فيه صديق مشترك كان جار حضرتك شفت حضرتك أكتر ممرة بوقتي لما سمعت الاسم افتكرت حضرتك مين الصديق المشترك؟ فريد فريد مصطفى الشورى فكريها حضرتك الحياة كمان يعني الشيء بالشيء أسكر يعني حضرتك صاحب صوت مميز جدا نادل من لايف موسيلين كتير الحياة وعايز أكشف للجمهور يعني حاجة مهمة كانت السبب في إيجابتك لللغة العربية اسمح لي يعني هو أنك مواظب على قراءة القرآن الكريم باستمرار يا فد يوميا بفضل الله يعني الحمد لله وربنا يديم عليا ده أحسن تحست فيها لا كلمني عن قراءتك للقرآن وعلاقتك بالقرآن وإزاي ده ساعد في إثقنك هذه اللغة العربية بالشكل الرائع والبديئة ده هي أولا بيتفيدك كممثل كمان يعني أنت أنا الحقيقة من الموسيلين اللي بيبحثوا عن المعنى في شخصياتهم لإنك لو معرفتش المعنى مش هتوصل مش هتعرف توصله للناس فأنا ما بعرفش أحفظ أنا بفهم كويس عشان أفهم كويس بيقضيط في التمثيل فالقرآن آياته كلها ما كنتش تفهمها يعني الإتقان اللي فيها في الفهم ربنا بيكلمك طول الوقت وبيقولك معاني يمكن أنت ما تبقاش واخد بالك منها فلما تقراها وتفهمها فأنت على طول بتعود لإنسانيتك بإنسانيتك طول الوقت يعني على فكرة أنا عمر بس مات كنت بتقرأ قرآن فممكن تقرأ يعني آية من القرآن بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحبطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسي السماوات والأرض ولا يعودوا حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله الله يفتح عليك فشوف المعنى صحيح ابحث عن المعنى حاتفها بشكل عام يعني تدبر القرآن الكريم بالضبط تدبر دلوقتي أستاذ أحمد أسألك أيام أسهل بالنسبة لك كتابة خمس حلقات ولا كتابة ثلاثين حلقة والله السهولة والصعوبة في الموضوع طبعا في التروس تأتيتني حالة أحسن يا أحمد طبعا بين أيام الثلاثين والشغل بتاع الثلاثين والله اللي عبدت هو حسب الموضوع هي السعوبة أما هو أصل خمس حلقات ممكن يجو فيلم وفيلم السينما أصعب بكتب المسالسة هم بس دي أظن أول تجربة ديك في المسالسة القصيرة سهر؟ أول مرة أكتب خمس حلقات طبعا بس ممتعة يعني ممتعة بفكرة أنك أنت بفعلا تلعبها كسينما بتكتب فيلم أنا كتب مئة مشاهد بالضبط وهم فيلم بالضبط بإقاع السينما بس بإمكانيات الفيديو بقى الحقيقة أنا لازم أشت بيك وقول أنك أنت من يعني أفضل كتاب الدراما في رمضان وفي دراما رمضان وبحس قد إيه أنك أنت عندك ألم جميل بيعبر وصدق عن مشاعر وحسيس فأنا لازم أقول ده أن الحقيقة أنت فعلا من هؤلاء لكن هل ممكن في رمضان الجاي أشوف عمل عن المشاكل الأسرية من تأليفك أتمنى والله يدينا نشغلين على موضوعك ده يا رب يكرم إن شاء الله ويطلع حقا كويسة بإذن الله الرسائل الإنسانية اللي عايز تبعثها من هذا المسلسل إيه يعني يقول أنت طرحت مجموعة مشاكل الأسرية كتير جدا في هذا المسلسل هاوز تقول إيه يعني زي ما قلت الحقيقة عملنا البر قبل كده وكانت رسالة قوي جدا في ضربة معلم هي رسالة ببر الوالدين نام تحت رجلين أمك وبوك هتعيش طول حياتك تمام بدعوتهم يعني عملنا الكونتر بقى بتاعه هنا المرة دي على اللي مبرش بقى أهله مش موضوعي برضو حصل له إيه عشان برضو الموضوع التكسي في الدراني بس بس هو قد ايه تاه قد ايه تاه وشوفنا ان هما تاهوا مسكوا في بعضهم والناس الأولاد مسكوا في بعضهم بعد عدم وجود الأب يعني و وحاولنا نوصل ده من خلال ما نضغاش على الشكل الرومانسي لأنه كان هدفنا الأساسي في الموضوع هو الرومانسي احنا بناش مرة واحدة لا يا عبت احنا بنعيش كل يوم كل همزة كل لخصة ولي بيحب ما بيموتش ثانية واحدة بس واحدة ولي بيحب بعض الروز بيحب بيحب م ولي بيحب ولي بيحب tenemos ولي بيحب ولي بيحب ايضا قلنا بقى كيف نستطيع أن نقضي على عقوق الوالدين مسؤولية الأب والأمني أنه هما يوجهوا أولادهم لأن في الآخر المسؤولية دي لما بتنهار هما اللي بيتحملوا تمنها بعد الأسرة عاطب كبير جدا على الإعلام وعلى المنظومات الإعلامية إن إحنا نوجه رسالة لعمل زي اللي عملوا الأستاذ أحمد والأستاذ اسماعيل فاروق إن رسالة إن دي نقطة مهمة جدا لازم نعمل هايلايت عليها علشان ده في خطر بيواجه المجتمع ككل على فكرة المسلسل بعد إذنك يعني بيطرح فكرة أنا أعتقد إنها جديدة يعني وزارة الشيء الاجتماعية هتشوف المسلسل إن علاقة يعني كان فيه الأولاد الأيتام كانوا بيجوا رحلة يزوروا دار المسلين كل 15 يوم فريد الشخصة اللي أنا بعملها لما عايش في دار المسلين وشاف الأولاد لما بيجوا في دار المسلين وبيلتكوا بالناس الكبر بيحصل ود فيه واحدة من بتوع اللي بيجيب الجروب اللي بتيجي بالأولاد دول كل 15 يوم بتطرح فكرة ليه ما نعملش دار تجمع ما بين المسلين وبين الأطفال ده الطرح بتاع الموضوع فبيعمل منتجع كده لجمع الأولاد بيعمل أسهر جديد فكرة حالوة جدا على فكرة جدا جدا بديعية فكرة من التكافل ما بين الأيتام والمسلين دول محتاجين لدول خصوصا إن اللي عند دول محسوش بدول واللي جابوا دول محسوهم ومحسوهم هي دي فكرة التكافل بالآخر أنا بقى يعني عايز برضو يعني مش ممكن تبقى معايا وما اسألكش عن يعني أنت كنت من أبطال حرب أكتوبر حرب الاستنزاف ذكرتك يعني حرب أكتوبر أول مرة أسألك السؤال أنا عشت الاستنزاف وعشت الحرب نفسها أنا خرجت 74 بعد الحرب أنا تعلمت كتير في الجيش بلون أسبوع مش أول مرة أقول المعلوم وانتسلحق يا حضرتك وانتسلحق جوي يعني عشت بقى بون حقة الصواريخ وعشت كل المراحل وعشت العبور العظيم طبعا بالضبط كده أنا طبعا حضرت الاستنزاف وخدتوا من أول السويس من بدايات اللي كانوا بيعملوا فينا الإسرائيليين ضربونا الزيتية وضربونا المدنيين وضربونا البحر البقر الحاجات دي كلها أنا عشتها إيه لأن حدث حرب أكتوبر حرب أكتوبر طبعا كانت ملحمة ممتعة أصعب مشهد أنت شفت بحرب أكتوبر إيه؟ من وجهة نظرك أنت الشخصية كان ليه زميل اسمه سيد راشد سيد راشد ده استوشهد في الحرب كان وقبل ما استوشهد أنا كنت يعني قائد أو حكم ده يعني كنت شويش وماسك فصيل من اللي بيخول في شغورها في العمليات فلما جوا من رديف اللي كانوا خرجوا من الجيش كان منهم سيد راشد ده سيد راشد كان سايب مراته وولاده مراته فقط وما كانش مخلف في اسكندرية هو من المنوفية فحس بإن المسألة كانوا بيجوا قبل كده جوا مرتين قبل كده يجوا قادوا كم يوم ويمشوا فالمرادي حس إن المسألة مش مش زي كل مرة المرادي فيها جدية فقال أنا لازم أنزل عشان أجيب مراتي من اسكندرية لأنها وحدانية وأجيبها البيت أوديها البلد في المنوفية يا سيدة احنا في حالة حرب وحيبقى هروب من الميدان قال لي هو سواد الليل هروح أجيبها وأرجعها أنا الحقيقة على مضض وفقت ودي كان خطأ أنا ارتكابته يعني كعسكري كراجل مسؤول في الوقت ده خطأ لكن مع مع الإنسانيات اللي بينه بين سيد راشد وبتاعه ماشي نزل سيد راشد رجع تاني هم بقى فجأة الريديف دول كان في مهمة مجاهزة ليهم إن هم ياخدوا جهاز صغير كده وتعملوهم حفر برميلية على المعابر يعملوا شوشارة على الطائرات الإسرائيلية اللي كانت بتيجي تضرب المعابر فين سيد راشد تمام يا فنم أنا حصل كذا 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 بالقائد بتاعي بقى وأنا لديته إذنه بتاعي قال لي بما جايش حط نابسك في السجن قلت له تمام يا فنم أجري بقى أدور على سيد راشد سيد راشد قال لي الصبح هكون عندك فين على الساعة 11-12 جيه خاد مهماته وطلع على طول على المعبر على الحفرة بتاعته في المعبر بالليل أنا باستلم كنت حكم دار غرفة حكم دار طقم عمليات يعني وأنا باستلم النباطشية بتاعتي بالليل سيد راشد استوشيت كان يوم صعب الحقيقة والدماء يعني بمعاناة وفي بعضنا كان بيبكي وإلى آخره عد حوالي 3-4 شهر على الوقع وعدت فترة وأنا باقى خارج من الجيش في آخر مدتي العسكرية فأنا كان في بلد قريبة مننا بروح أجبلهم أكل وإيه بقى أنا هطلع من الجيش فأنا بسيب ذكرى طيبة لزملائي يعني فين دقيت عسكري جاي بيسأل أنا راجع من البلد دي جاي بأكل وجاي بيسأل على سيد راشد قلت له حضرتك مين قال لي أنا أخه مراته وكان عسكري موجود في ناحية أسوان كده بيخدم في ناحية أسوان قلت له طيب كان فيه إدارة توجيه المعنى وكان بتابع الجوابات لكل الشهداء وكانهم أحياء عشان الجابهة الداخلية ما تتأثرش يعني قلت له أنت عسكري ومسؤول وتحسي وبتاعه خدتوا بالتدريج كده لحد ما وصلت له معلومة أن سيد راشد استشت على ما وصلنا للمبيت بتاعي اللي أنا قاعد فيه المفاجأة بقى أن سيد راشد لما نزل الليلة دي بايت مع مراته وكان باله عدة سنوات متزاوه ولم ينجب أن مراته حملت وجايب البشرة لسيد راشد النوح فربنا بيجعل من الموت حياة صحيح حديث الصباح والمساء دي رواية يعني دي رواية دي دراما دراما نورتونا وأسعدتونا بالعمل الدرامي الجميل اللي فعلا أسعدنا في الحياة وأسعد المشاهدين وأنت أسعدتنا النهار دي بوجودك لا أنا اللي بشكرك قيمة فنية عظيمة كبيرة شكرا جزيلا فننا نورتونا وشرفتونا شكرا حلقتنا كانت مع رأي الحبيب يعني عمل درامي محترم يرقى أن يعرض وعمل اجتماعي يعني بنائش عضية اجتماعية شكرا لحضراتكم شكرا للمشاهدة أسبوع الألفان شكرا شكرا